أجمل تلاوة مع تيماء عبدالخالق أو ارسل رسالة واتس على رقم الجوال 0556689001 اكتب فيها برنامج أجمل تلاوة والاسم والمدينة وسيتم الاتصال بك وقد تكون أحد المتأهلين معنا يومياً تدخل بالتصفيات الأسبوعية أو حتى قد تكون أنت الفائز معنا بلقب أجمل تلاوة طبعاً متبقي فقط حلقتين لاستقبال الأصوات الجديدة اليوم وحلقة الخميس اللي هي حتكون يوم غد إن شاء الله السبت حتكون حلقة التصفيات الأسبوعية الثالثة يعني اللي حاب يشترك معنا معاه بس فرصة أنه اليوم أو بكرة فقط لأنه السبت حتكون حلقة التصفيات والأحد حتكون الحلقة الختامية المنافسة طبعاً حتكون في الحلقة الختامية حتكون بين الثلاثة المتأهلين اللي تأهلوا معنا في حلقات التصفيات الأسبوعية السابقة وإعلان الفائز حيكون يوم الأحد بإذن الله فالكم الفوز يا رب والله أني متحمسة جدا جدا بشكل ما تتخيلوا نشوف مين حيكون الفائز باللقب وبالتوفيق يا رب لكل اللي اشتركوا معنا أعزائنا المستمعين الآن إحنا في العشر الأواخر وحب أفكركم أكثروا من الدعاء وأكثروا من الصدقة في هذه الأيام الفضيلة وأكثروا من الصلاة على النبي وأكثروا من هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبناءنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من النار اللهم اجعلنا في العشر ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمتهم على النار وكتبت لهم الجنة يا رب العالمين أعزائنا المستمعين وكما عودناكم بكل حلقة نستقبل فيها لجنة التحكيم المسابقة والذي لا يبخل علينا أبدا بالفواد التعليمية سواء القراء أو حتى بالمواضيع الأخرى نرحب معنا في البرنامج مع محكم مسابقة أجمل تلاوة المقرأ الشيخ عبد الملك بن أحمد المسعود عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية أصول الدين قسم القرآن وعلومه وأيضا إمام وخطيب جامع إمام الدعوة بحي السلام والحقاري المعتمد بإذاعة القرآن الكريم أهلاً فيك يا شيخ أهلاً وسهلاً بك يا أخوات المستمعين ومستمعات أهلاً فيك كيف الحال إن شاء الله تمام الحمد لله الخير والله الله طبعاً باقي خلاص باقي بس حلقة اليوم وحلقة الخميس اللي نستقبل فيها الأصوات حمد لله يعني باقي اللي اللي لسه قاعد متردد معاه بس فرصة اليوم وبكرة فإن شاء الله إنه إحنا خلال هذي اليومين نستقبل أكبر كم من الاتصالات ومن الأصوات الجميلة ونعرف مين هيكون الفائز النعمة التي نرفض بها ونعمة سواء وإحنا بالله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والأمان والاستقرار وإن كم شيء حقيقة يعني أود أن أشكر كل من شارك معنا في هذه المسابقة وأدل بصوتي وصنعنا قراءة صوتها النبي وصاهم معنا وحاول حقيقة أن يكون له إسهام طيبة فيها ومجرد القراءة الحقيقة ومجرد المساهمة ومجرد المفاركة هذه تعتبر حافظ محبص ملا سواء في معنا أو لنفسه كذلك أنه يحتقي في درجاته ويترك عنه الحمول والكسر يترك عنه كذلك الترد ويترك عنه القلاق ومواجهة الناس وحول ذلك الأمر سهل وليسور الحمول لله حقيقة ما وضعت في هذه المساهمة وفي هذه المسابقات إلا تعتبر باحة وضرحة ومساحة لتنافس أهل الخير تنافس القراءة تنافس مسلمين عموما حقيقة القرآن لجميع الناس وصيتي كذلك لمن لم يشارك أن يشارك معنا أي أنك رجل أو امرأة لمن تنطبق عليه بالشروط يشارك معنا ويبني بصوته ويسمع ملاحظاتنا على قراءته لأجل الفائدة أولا لذلك يسمع الناس قراءة القرآن لأنه سبحانه وتعالى ينفع بهذه التلاوة فعلا طيب يا شيخ بنستقبل الآن اتصال السلام عليكم السلام عليكم أهلا فيك تفضل عرفنا عن نفسك اسمك والعمر والمدينة سلطان بن سليمان جدت العمر 32 إن شاء الله العمر كله يا رب إن شاء الله ما هي الصورة والآيات اللي استقرأها لنا اليوم ساعة إن شاء الله صورة القارع صورة إيه؟ صورة القارع تمام بسم الله بس حاول يعني تختصرها أو ملازم كامل عادي يعني نصها ممت طيب بذل الله يلا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما دعاك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المكتوس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي لار حامية جزاك الله ألف خير سلطان على هذه التلاوة الجميلة خليك معانا أصبع رأي شيء الحمد لله قرأ لنا الأخ سلطان صورة القارعة قراءة طيبة وصوته شديد وإن كان ملاحظة على قراءته فهي ألهاء المتطرفة في قوله القارعة من قارعة وما أدراك من قارعة ألهاءنا المتطرفة لابد أن تعمل إخراجها لأنها لا تخمج من نفسها من دون أن تدفع الهواء وإلا سيقع فيها اللحم وتختفي كذلك القلقلة أو الأقلقة ذي قوله وما أدراك من قارعة المبأثوت كذلك لم تقع القلقلة على وجه الصحيح الذي يراد منه إظهار قوة الحرفي هنا كذلك في قوله تعالى العهني الهاء كأنها تحركت هنا صواب أنها ساكنة قوله تعالى فهو في عيشة الصواب وهو قرأها فهو والصواب فهو سبقا بحث على هذا الخطأ يقع فيه كثير من الناس حقيقة هو تسكين الهاء والصواب ضمها خلافا لمن يقرأ بغير حفص وإنه قد يسكينها كشعبة كذلك قوله تعالى وأما من خفت من خفت بعدها حرف الحلقي هنا إظهار وقع منه أن أقفاها قال من خفت والصواب من خفت يستحق ثمانين درجة ثمانين؟ نعم طيب سلطان أنت أخذت معنا ثمانين درجة تابع معنا نهاية البرنامج ممكن تكون أحد المتأهلين ونستقبل الآن اتصال جديد ونقول أهل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا فيك تفضل عرفنا عن نفسك اسمك والعمر والمدينة عند الوهاب من مكة المكرمة 36 سنة العمر كله يا رب ما هي السورة الاستقراه لنا اليوم؟ نهاية السورة الواقعة يلا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين من الضالين فنزل من حميم وتصلية زحيم إن هذا لهو حق اليقين تسبح باسم ربك العظيم حسبك أخي عبدالوهاب ما شاء الله تبارك الله بزاك الله ألف خير على هذه التلاوة خليك معنا واسمع رأي الشيخ تفضل يا شيخ تسمعني يا عبدالوهاب آه قفل طيب أنا كنت أود أن أسأله سؤالا يعني يترأى لي والله أعلم أنه يستمعي للقارئ أبراهيم الأخضر يبدو لي أنا ما أحبتني أن يتأكد الضالح هذا فقط وخلال قراءة الأخ عبدالوهاب اللون الذي قرأ به بهذه الصفة وبهذه الطريقة التي أدى بها يبدو لي أنه يستمعي قال أبراهيم الأخضر والله أعلم قد يكون هو لا أحبتني أن أتأكد الموضوع هذا أثنين فيما يتعلق بميحوظاتي على قراءته قراءته طيب حقيقة هو يعني تحقيقه جيد يفتقل لبعض الجماليات وعلى التحسينيات وأنا أود دائما أن أعرف نظر المسلمة المسلمة الكريمين هذا الشأن الجماليات والتحسينيات غالبا تتتقل إلى أمرين الأمر الأول إدامة الاستماع القراء القدامى أصواتهم مخزون تعتبر كنوز تعتبر بنداوة وجماليات الأدام الأمر الثاني التدريب والعرض الجيد على المقرئين الحباق يعني بهذه الأمر يستطيع أن ينقل صوته من أن يكون صوتاً عادياً إلى صوت جميل ورخيم وطيب كذلك يحتاج إلى صقل فيما يخص بصفات الحروف ويكانت صبعنا لا يبقى صبعنا يحتاج إلى بعض البروزيات أكثر فيما يخص الحروف المفخمة والمرققة يعني في الرعاق مثلاً ما كانت بذلك في حال كونها مفخمة أو برققة القلقلة كذلك يحتاج إلى قوة الحروف المقلقلة هذا ما حقيقة لمسه من قراته يستحق 90 درجة 90 90 درجة 90 درجة أبعاً سلطان أخذ 80% وعبد الوهاب أخذ 90% هنطلع الآن فاصل ونرجع نستقبل الإفصالات أجمل تلاوة مع تيماء عبد الخالق وعدنا لكم أعزائنا المستمعين بعد الفاصل وحابة أفكركم بشروط الاشتراك في المسابقة العمر لا يقل عن 12 سنة سواء ذكر أو أنت وصراحة أمس يعني كانت حلقة جداً مميزة لما اتصل للطفل اللي عمره تقريباً 7 سنين الله يحفظه يا رب وبجينا برضه رسائل ما شاء الله يعني كثير أنه بتكون أعمارهم أقل فللأسف ما بنقدر نستقبلهم فحنخليهم إن شاء الله في موسم قادم يكون في حلقات مثلاً مخصصة لهم الله يحفظهم يا رب إن شاء الله هذه الفئة جداً جداً مميزة وحلو أن الواحد يهتم فيها من هذا العمر الله يحفظهم يا رب بالنسبة للصوت الصوت يكون فيه تلاوة جميلة وليس تقراءة عادية ممكن أنت شخص عندك أحكام تجويدية بس ما عندك تلاوة لا يفضل إنك تجمع بين الاثنين بين التلاوة وبين وبين الأحكام التجويدية الشرطة الثالث قراءة مباشرة لأي آيات من اختيار المشترك لمدة ما بين 15 إلى 30 ثانية الشرطة الرابع والأهم عدم استخدام أي برامج تحسينية يكون الاتصاد واضح طيب يا شيخ معايا السلام عليكم شيخ عليكم السلام معكم أي طيب يا شيخ من نسبة للنصائح اللي حابين نقدمها كمان للمشتركين نعم نعم أنا أقول يعني أوصي المشتركين جميعا المشتركين اللي شاركوا معنا خاصة ممن ترشحوا للنهائي في آخر يوم من الأيام المسابقة هذه أولا لا بد أن تختار المقطع الذي تود أن تقرأه بما لا يجوز يعني أربعة أسطر إلى خمسة أسطر بالكثير الأمر الثاني ترس جهدك كل على هذا المقطع استمع للقال الذي تود أن وأنت يعني سبق اعتدت أن تستمع إليه وحبّد أن يكون من قراء قدامى سواء من الطبقة الأولى أيام علي محمود محمد إسعاد عبد البتاح الشعشاعي أو من بعده من يوسف البحثينية محمد الصديق المنشاوية عبد الباصل عبد الصماد أو من قبله كذلك محمود محمود صابر عبد الحكم كذلك محمود خليل الحصري وغيرهم من قراء العشرات الكثير شكرا قال الذي يناسب بصمت صوتك صوت كان عليغا أو كان حابا أو كان معتدلا استمع لقارئ مرة ومرة 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 وخمس وعشر مرات تحظين وتحظين جيدا بحيث أن صوته وقراءته تبدأ يعني تبتسم في ذهنك أنت خلاص ضبطت أداءه ووقفته صوته أونانه مدوده مخارجه صفاته كل شيء ما يقرأ به بعد ذلك تبدأ أن تكرر هذا المقطع مرة ومرتين بعد خمس مرات شغل تسجيل الجوال سجل نفسك مرة ومرتين واستمع إلى نفسك أكثر من مرة وقيم نفسك انتقد نفسك انظر لقراءاتك لأنني أنا سأنتقدك سأنتقد نفسك قبل أنا سأنتقدك في قراءاتك في كل صغيرة وكبيرة المصابقة يعني اليوم النهاي سيكون المعيار جدا دقيق ما بين الإخوة الثلاثة سيكون جدا دقيق في مقدار الغنان في مقدار المدود في صفاء المدود في صفاء الغنان استقرار المخب في مكانه صفات الحروف مخارج الحروف الحكام العائض اللازمة لم أترك شيء لابد أن أنت أن تنتقد نفسك قبل ما ينتقدك المحكم وحرر نفسك في قراءاتك واستمع لقراءة صوتك أكثر من مرة بحيث تقرأ أنت وتكون مستقرنسيا ومرتاح ومبسوط وأن تقرأ بصوت شجيب حاول تركز أكثر على جمالية الصوت الليك تتصل بقراءاتك طيب الشيخ قل بحالة معتدلة نعم أي اعتدل على المقاطع عندنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا فيك تفضل عرفنا عن نفسك اسمك العمر المدينة أنور من جدة ستة وعشرين سنة العمر كله يا رب تفضل ما هي الصورة والآيات اللي بتقرأها اليوم من صورة النبأ آه تمانية آيات يلا تفضل وحاول تخليها أربع آيات طيب اختصالا للوقت طيب تمام يلا تفضل بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفاذا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا جهابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا انها من ربك عطاءا حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ما شاء الله تبارك الله على هذه التروى الجميلة خليك معنا واسمع رأي الشيخ تفضل يا شيخ تبارك الله أخي أنور تبارك الله تستمعوا إلي أنور أي معاك معي الخط آه لا قفل قفل للأسف طيب آه الأخ ألو القراءة الماضية ترى من اشتام سورة النبأ قراءة طيبة ورتلة صوته شجي جميل آه بالحظة على قراءتي لما يتعلق بالغناني في المخرج غير مستقرة فذلك في المدود لم يكن المد لديه آه مستقرة من مفاده أصلاعي وما كان يراوح ما بينه وبيه الخياشين فذلك الشدات في قوله من ربك وربي دائما لابد أن يركز القارئ وهنا نصعي حتى الفقهاء لابد أن يركز القارئ على الشدات التي هي تضعيفات على الحروف لماذا؟ لأن السد أصلها حرغين أصلها حرفان حرف الساكن وحرف متحرك ثم أضغم الساكن المتحرك وعوض عنه بالشدة فإذا قرأت الحرف المشدد لابد أن تشدده تشديدا جيدا لماذا؟ لكي تقرأ الحرفاني سويا بهذه التضعيفة فلالك السكون في قوله والأرض وما بينهما الأرض كانت ساكنة وقد وقع منها نوع تحريك يستحق 85 درجة 85 درجة طيب يصير اليوم معانا سلطان أخذ 80% عبدالوهاب أخذ 90% وأنور أخذ 85% طيب نكمل الملاحظات يا شيخ التي كنت تقولها نعم أنا حقيقة كنت أود أن المشتركين يستمعون يعني جيدا وينتقلون عنفسهم انتقد نفسك انتقد نفسك في كل شفاغية ليس عيد أن تنتقد نفسك يعني بجرب يعني كلما الذات انتقال لنفسك وتدقيق على نفسك ومحاسبة لقراءتك كلما كان هذا معين لك أن ترتقي بمستواك جميل ممكن أعطيكم مثال أنا مرسته مع نفسي أسجل نفسي كثيرا وليس كلما أسجله يعني أنشره لكن أسجل نفسي كثيرا وأكثر المقاطع قد أحذفها لأني أنتقل نفسي في قراءتي هذه الغنة في مكترها هذه هذا الحرف ضعيف هذه القلقلة ضعيفة هذه البداية كانت ضعيفة جدا الحرف ما كان ظاهرا هذا القفل في النهاية لعلي ما وقفت هنا لعلي أكدت جزء من الحرف ما كان واضحا بهذا الشكل أنت استطيع أنك تعيد مرة ومرطين ثلاث وعشر مرات حتى تتقن المقطع هذا العراق الذي تعمله أنت مع نفسك أنت ما أجور عليه ما أجور على كل ترداد كل حرف كل سكنة كل مد كل غنة ما أجور عليها بالله قولنا عليه الصلاة والذي يقرأ فرانا وهي تتأت أو فيه لويس أجران بهذا أنت تحصني أجور أنت بين أمرين بين معرفة وعلم ونور وهدى وتبصرة وكذلك من جهة أخرى أجور تنصب في المزاحة سلامك وانت قاعد تحسبها فالهذا ينبغي دائما لكل من كان في سبيل يعني التعلم سبيل أنه يترقى في درجات الأداء والضبط والإتقان والمهارة لا تتعب لا تكلم لا تمل ليش؟ لأنك ما جور على كل الأحوال أنت ما جور وجور عظيمة كميل فأنا حقيقة أسجل نفسي كثيرا وأستمعي نفسي كثيرا وصوتي الذي أستمع إليه كمرأة يعود إلي يعني يزيدني راحة يزيدني انتجام يزيدني يعني قدرة على معرفة مسارات قراءتي أنا يعني في قراءة كنت أقرأ بها مثلا قبل 15 سنوات مثلا قبل عشر سنوات تمثل عشر سنوات كيفني أستطيع أني أحاغب على أدائي في ذلك ذلك العام وقبل كذا وقبل كذا قد أكون أكتكرت بعض يعني العداءات الجديدة في القراءة أو بعض اللحون الجديدة في القراءة وأعني بها نمط القراءة أقولني أحفظ هذا الشيء لأنه يضيع مني أنا جالت أراجع من نفسي مثلا أقرأ قرآن هذه أيام العشر الضمية أقرأ قرآن وقرأت ولا لي لساني يعني بدأ يعني بدأت أترنم بالقرآن هذه نعمة من الله سجل لا تفوت الفرصة سجئ نشك على طول احفظ هذا المقطع أنا أدكو مرة ومرات كنت في الحرم المكي وأيام ما كان القبو اللي هو البدروم يفتح أنا ما أدرحي يفتح ولا أيام ما كان بدروم يفتح كنت جالس في البدروم كان في صدق يعني الصوت يرجع لك ثاني لما تقرأ كنت أجلس في البدروم وأحاولني أقرأ وترين بالقرآن قرأت القراءة الحقيقة إلى الآن أنا محافظ عليها هالي سجلت هو باشا قرأت قراءة واستمتعت بها فعلا وكنت في روحانية في الحرم في أيام فضيلة وكذا فسجلت هذه القراءة وإلى الآن محافظ عليها غيرها كذلك مواضع كثيرة يعني فأنا أقول دائما التوثيق التوثيق وثق أدائك وأستمع نفسك بهذا الأمر تستطيع أن تستقي بمستواك فعلا طيب يا شيخ احنا عندنا اتصال بس هنطلع فاصل وبعدين نستقبل الاتصال خلوكم معنا عزان المستمعين بعد الفاصل أجمل تلاوة مع تيماء عبد الخالق وعدنا لكم عزان المستمعين بعد الفاصل ونستقبل الاتصال جديد ونقول أهلا السلام عليكم أهلا وآهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا فيك عزيز تعرفينا عن نفسك اسمك والعمر والمدينة دلالة عاتف الرحمن المالكي أثنين واربعين العمر كله يا رب ان شاء الله ما هي الصورة التي تقريها اليوم ان شاء الله أبغاطرة من آية 6 من صورة البقر طيب يلا بسم الله اتفضلي اتفضلي حبيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فجادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إن لهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ما شاء الله يكفي دلال ما شاء الله قلت يا آيات مرة كثيرة وصوتك ما شاء الله مرة حلوة خليكي معنا واسمعي رأي الشيخ طيب طيب يلا حبيبي تفضل يا شيخ بارك المفيد لقد دلال قرأت وما تيسر من صورة البقرة قرأة طيبة النبي إن كان من محوظات على قرأة بها فهو ما يتعلق الراءات في مواضعها تحتاج إلى مزيد من التحرير في التفقيم والترقيق كذلك صفات الحروف وهو التمايز ما بين الحروف في صفاتها تحتاج إلى مزيد من الإضاحات كذلك في قولي تعالى ولم على عذاب أليم بما كان وقع عندها أنها أخذت نفس أنا سبق أنا بحث على هذا الشيء أن النفس له موضع وهو الوقف إذا أردت أن تتنفس لا بد أن تقف وعندنا وقف يسمى الوقف الاضطراري إذا يعني خشيت من انقطاع النفس فلك أن تقف وقفا اضطراريا بعد انتهاء الكلمة بأي موضع إن كان يعني حتى لو كان موضع هذا يعني يقل عن درجة الكافي يعني يتجهل القبح أنت مضطر فتقف وقفا يعني اضطراريا كما يسمى ثم تتزود بالهواء وتبدأ بداية صحيحة هذا الحكم كذلك ما يتعلق بي شيء من جماليات الصوت بالاستماع القرى والتغذية السمعية 85 درجة 85 درجة خليكي معنا الدلال لنهاية البرنامج وممكن تكون واحد المتأهلين معنا ونستقبل الاتصال جديد ونقول السلام عليكم السلام عليكم أيض سمعيني هلو أهلا أهلا فيك يا عزيز تفضلي عرفينا عن نفسك اسمك والعمر والمدينة اسمي هند محاسم 29 سنة من مدينة الرياض العمر كله يا رب حبيب تفضلي ما هي الصورة اللي بتقريها اليوم بسمع ليش قبل ما أبدأ لو تكرمت يا شخ تعطيني بس قارئ اسمع له لأن ما أعرف من القارئ اللي ممكن يناسب بعد ما تخلطي طبقة الصور أي وضحين أدقرأ بطورة إبراهيم الآن الآن اقرأ يا عادي بتلاوتك العادية وبعدين بعد ما تخلصي الشيخ بيرشح لك أفضل قارئ تستمعي له أوكي يلا بسم الله هند هند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكرها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ونزل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة وإن اجتستت من فوق الأرض ما لها ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الله جزاك الله ألف خير هند على هذه التلاوة الجميلة الآن استمع الرأي الشيخ تمام قرأت لها الأخ هند ما في السورة إبراهيم كرأة طيبة وخاشعة انكمل حواة على قرأتها في بداية في قوله تعالى وضرب الله مثلا كلمة كشجرة طيبة كلمة طيبة وليس طيبة من الأولى الثانية في قوله على الأرض ما لها منقرار وقع تحريك هنا في الراء ويساكنه الراءات بشكل عام تحتاج إلى إعادة ضبط من ناحية درجات التفقيم فيها والتلقيق سبقا أوضحت هذا الشيء ويتفر كثيرا كذلك نوعا من الجماليات وأنا حقيقة الجماليات يعني لاحظ مثلا عند بعض القراء قراءته مستقيمة ليس فيها عرب ليس فيها بنتيات وليس فيها ترجيعات وبالوناسبة الترجيع الترجيع لهو شرعية يعني يقع ويرتله ولا يرجع حديث بن مسعود عند الشمائل عبد التربري يرجعه نعم يرتله ولا يرجعه على أن الترجيع يستخدم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عند الصحابة ومن مسعود رضي أعوان وابي موسى الأشعى يضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام أذن لقراءات من المعنى أنه جلس يستمع له من خارج بيته وهو يرته القرآن فالترجيع لطلق شرعي الترجيع هو اضطراب الصوت في المخرج ولساء خارج المخرج مثال على ذلك أنت حينما تقرأ قوله تقرأ قول الله تعالى إنا فتحنا لسف تحم بينا ليغفر عليك اللهم تقدم نأخذ مدثنا لأنه يتضح فيه المثال أكثر يا أيها الذين آمنوا الترجيع أعتقى بهذا الشكل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لاحظوا الاضطراب الذي وقعه نعم لم أقل يا أيها الذين آمنوا وإنما قلت يا أيها أيها الذين آمنوا هذا الاضطراب هو الذي يسمى ترجيع والترجيع أين يقع؟ يقع داخل المخرج بمعنى المد هنا مخرجه الجوف والترجيع يقع في الجوف لا يتجهل الخيشوم فلا تقول يا الاضطراب الذي يقع فيه نوع من غنى هذا لحن يسمى جميل لأذا أردت أن أوضح الفرط بين الترجيع الصحيح والترجيع الذي يقع فيه اللحن وكثير من الناس يستخدم هذا الشيء بشكل خطأ يعني يستخدم الترجيع بشكل خطأ لأنه يقحم فيه ما نتعمله طيب أنا توسعت في حقيقة فلا معاهد لا بالعكس لباعدة كان خرق بيسا آآ إن كان خمسة وثمانين درجة آآ بالنسبة لي ما طلبت آآ من القارع أن يظهر لي هي معنى الخطلان لا لا قفلت طيب أن يظهر لي أن تستمع لي المنشاوي يبدو لي من قراءتها أن تستمع لي المنشاوي فإن كان تستمع إلي فلتكثر المصحف المرتل لمحمد صديق المنشاوي رحمه الله وتعالى آآ ليس كلامي أنا وإنما كلام كبار طراء أنه لم يسجل مثله قض ما شاء الله طبعك الله يعني أنت تستمع أنها حتى لو هي بتقرأ المنشاوي تستمر عليه صحيح؟ تستمر عليه وتزداد منه مصحف محمد صديق المنشاوي أقولها بصوت عالي لم يسجل مثله قض لأن الحقيقة حواصفات لا تجتمع في مصحف أكثر من مصاحف بل كل المصاحف التي سجلت فيها نوع جفاف تراءة الشرح المصدق المنشاوي فيها عاطفة فيها استمالة للقلب فيها خشوع عجيب وهذا الذي يعني يحتاجه الناس عندما يستمع عن كتاب الله كما قال الله سلم إن أحسن الناس يعداما إذا سمعته حسبته يخشع صحيح نشوف كيف حلو الله خيب لحين تمام تمام من أي مدينة جازان جازان كم عمرك حبيبتي 21 العمر كله يا رب إن شاء الله طيب سارة ما هي الآيات التي تقرأها لنا اليوم سورة الرعب كم آية عادي وجهة أو نص وجهة حاولي تكون أربع آيات كده امتي عشان الوقت طيب ونص وجهة أربع آيات يا الله بسم الله بسم الله حبيبتي تفضل أعوذ بالله للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله والذين ينقضون عهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ما أمر الله به أن يغفر ويفتدون في الأرض أولئك لهم الذعنة ولهم سودار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متى ويقول الذين كفروا لولا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب إن الله يبلغي يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خير سارة والله ما ودي توقفي ما شاء الله عليك الله يحميك يا رب الله يحميك يلا خليكي معنا بس هنطلع الآن فاصل بعدين نسمع رأي الشيخ في تلاوتك يلا خليكم معنا عزان المستمعين بعد الفاصل أجمل تلاوة مع تيماء عبد الخالق ونسمع الآن رأي الشيخ في تلاوة سارة من جازان تفضل يا شيخ تلاوة طيبة وغتل صوت شجي مبيد من صورة الرعب سأدكم ولحظاتي أول ثم أعلق ما يتعلق بالنفس النفس يعني أود أن ننبه لأن النفس هو يحتاج إلى إدارة من القارئ هو دائما يعني علة القارئ مع نفسه دائما ويشتكنا كثير من مبور النفس نفسي قصير نفسي يتقطع لا تحكم في أدائي بسبب النفس نفسي إلى آخر من الشفاوي ولا تنأمر جدا ميسور لا بد أن تأخذ نفس جيد في بداية انتلاقتك تعطي نفسك فرصة في القرآن الحمد لله موضوع فيه ستة علامات للوقف رأس الآية الجين الصلي القلي الميم اللام دولة التعانق أو علوة التعانق هذه كلها علامات تقف عليها لا تضغط نفسك لا تقرأ آيات كاملة انتبه إذا قرأت فضو دائما عينك على أول وقف أمامك تجد أن الوقف بكل سطر موجود عندك وقف لو زاد قليلا لا بعث حتى لو وقفت وقفت وقف مضطرا إليه ترجع قبله بكلمة كلمتين بداية الجملة بداية الفعل بداية المبتدى أو بداية الجملة السنية أو العلية أو بداية القول وتنطلق حتى تبقف على المحطة الأخرى وهكذا إذا وقع عند الأخت سارة بعض النفس في غير موضعه قوله تعالى أنا برك الله وفرحه بالحياة الجنية أخذت نفس أثناء الكلمة وعلى لا يرصح كذلك في قوله تعالى معا في قوله يضل من يشاء ويهدي إليهم الأناب وقع عندها لأخذت نفس في قوله تعالى ألا بذك الله لتطمئن من القلوب قوله تعالى وفرحه بالحياة المد هنا ألف واحدة ألا بذكه ألف واحدة وفرحه بالحياة ألف واحدة ما يحتاج أن يأمد أكثر من ألف كذلك في قوله تعالى في الراءات في الراءات تحتاج إلى عناية أكثر الراءة مفخمة شيء ويمرقق الشيء وبينهما تمايز لا بد عن أن يقوم به القارئ صار صوتها جميل ثم جميل ثم جميل صوتها حسن ما شاء الله فبارك الله جميل جدا صوتها وثمنى أنها لا تهمل هذا جامل لا تهمل هذا الجامل لا بد أن تغذي صوتها بقراءة القراءة القدامى وحبّل أن تستمع للقارئ محمد عمران وإن معا طبقته يعني إلى الوسط أغلب لكن بالنسبة للمرأة ستستفيد منه ستستفيد منه استفاعلة جيدة ليس هناك من قارئات من أرشده من أرشده من أرشده جميلة صحيح كم نعطيها نسبة أنا ودي حقيقة أني أنا يعني أعطيها أكثر لكن أداؤها يحكمني هذا السبب الرئيسي يعني سأعطيها تسعين درجة طيب سارة أخذت تسعين درجة خليكي معانا لهاية البرنامج على السمع ممكن تكوني أحد المتأهلين ونستقبل الآن اتصال جديد ونقول ألو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أهلا فيك تفضل عرفنا عن نفسك اسمك ولا عمر المدينة إبراهيم عمر سناني خمصة سناء جدا العمر كله يا رب إن شاء الله طيب ما هي الآيات والسورة التي تقرأها اليوم آآ من سورة الزخرة يلا بسم الله وحاولت تختصر عشان وقت البرنامج طيب مصفة وقل لا ممكن ثلاثة آيات أربع آيات يعني يلا بسم الله أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون تطاف عليهم بصحاف ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ما شاء الله تبارك الله إبراهيم على هذه التنوية الجميلة خليك معانا أسماء رأي الشيخ أخي إبراهيم قال لنا أخي إبراهيم مصير السلام من سورة الزخرف قراءة طيبة الملحوظات على قراءته فيما يتعلق بالمد في قوله الأخي لا هذا المد مقدار أليفين لا يزاد عليه هو زاد عند إبراهيم أكثر بكثير كذلك في قوله تعالى وأنتم فيها خالدون الغنة هنا وقعت عند إبراهيم بمقدار زاعد يحتاج لأن يضبط مقدار الغنة عنده بأن يكون متساوية من مقدار أليف واحدة في جميع الغنة بدون استخدام وصوته يحتاج الحقيقة إلى مزيد من التحسينيات استحق 85 درجة 85 درجة طيب يا شيخ يصير وصلنا لنهاية البرنامج وجاء وقت إن إحنا نختار مين متأهل لحلقة اليوم كان معنا سلطان أخذ 80% عبد الوهاب أخذ 90% أنور أخذ 85% دلال أخذت 85% وهند برضو 85% سارة أخذت 90% إبراهيم عمر آخر متصل معنا أخذ 85% يصير المنافسة يا شيخ بين عبد الوهاب وبين سارة نعم التنافس اليوم سيقع بين الأخت سارة من جيزان وكذلك الأخ عبد الوهاب وأنا الآن أحسب الدرجات عندي ومقدار فعلا اليوم كلما أصواتهم جميلة و المرشحة المرشح بهذا اليوم إن شاء الله هي الأخت سارة سارة ألف ألف مبروك يا سارة أخذت نسبة 90 درجة وإنت لتأهلت معنا لحلقة التصفيات الأسبوعية اللي حتكون يوم السبت إن شاء الله بإذن الله فعلا واليوم الاتصالات النسائية ما شاء الله كانت كثيرة أشعر وفقهم الله جميعا آمين يا رب طيب يا شيخ نشكرك طبعا معنا اليوم على تعاونك ودعمك لكل هذه الأصوات ونلقاك إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله وإنت معنا خير هتكون آخر حلقة لإستقبال الإتصالات غدا إن شاء الله آخر حلقة لإستقبال الإتصالات بطب يوم السبت سيكون الترشيح لمرشح هذا الأسبوع ويوم الأحد سيكون الترشيح الليهاي بالضبط شكرا لك يا شيخ ولكم ولكم والسلام عليكم أشكر طبعا كل اللي اتصلوا اليوم وحب أشكر كمان لجنة تحكيم المسابقة المقرأ الشيخ عبد الملك بن أحمد المسعود عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعلى تعاونه ودعمه لكل هذه الأصوات وفي نهاية البرنامج أحب أختم بآية من القرآن الكريم قال تعالى وقال ربكم أدعوني أستجب لكم كثرة الدعاء قد تغير القدر فلا تتردد وادعي بكل ما في قلبك فمن كان في غم وبلاء ومصيبة أكثر من الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الضالمين ومن يرى نفسه مقصر بصلاته ادعي رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاي ومن أراد أن يبتعد عن الحرام ويرزقه الله أكثر من دعاء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنينا بفضلك عن من سواك أدعية الله كثيرة لكل مشاكل الحياة فقط ادعي بقلب صادق موقن بالإجابة وسترى المعجزات نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة وأصوات جديدة ومواطيع جديدة كنت معكم أنا تيماء وشكرا لإستماعكم أجمل تلاوة مع تيماء عبد الخالق ترجمة نانسي قنقر